أنا عاشقة للغات، مش عاشقة للغات أني أتكلمها عاشقة للغات لأن فيها ثقافة وفيها تاريخ وفيها حكايات لأنه لما تعرف لغة بلد اتأثرت بإيه وأثرت في إيه لازم تبقى عارف أن وراها قصص وحكايات هنتكلم في مصطلحات ومفردات عبر الزمن والزمان كتيرة وإحنا كشعب مصر ما تعرفش الشعب ده غريب أخذ بعض الحاجات وصاب حاجات كتيرة قوي يعني أنت لما تيجي تبص على الشمال الأفريقي لما المستعمر كان موجود في كذا منطقة يعني هتلاقي أن مصر من أقل الدول حتى لو كان فيه مستعمر قعد فترة وعد على محافظات كتير بس هتلاقينا كنا ننطقي حاجات ونسيب حاجات طبقا لتاريخنا وإحساسنا ومزاجنا فحاجات كتيرة قوي تعالوا كده إيه نتكلم فيها مع دكتور جون دانيال أستاذ اللغة اليونانية ومقدم محتوى عن التاريخ وأصول اللغات مساء الخير يا دكتور أنا سعيدة بأن أنت متولي الحاجات دي وعجبني حاجات كتير قوي أنت بتستخدمها وزي ما أنا قلت إحنا المصريين معرفس كنا بننقي ولا هي الحاجات دي استقرت من استعمالنا مصطلحات كتير عاشت معنا هم فيش حال بي نقي بمزاجهم شو بقى واضحين يعني يعني من الواضح مثلا برغم أن الإنجليز هم مثلا اللي عملوا السكة الحديد في مصر لكن كان فيه طالينة كتير جدا صحيح فإحنا درجات السكة الحديد لغاية النهار ده حتى شعبيا بنستخدم التاريخ أقولك البريمو والتارسو التارسو يعني التالت بالتاريخ صح فهي مش بنقي قوي قد ما بعين إحنا كمان يعني خلينا أقول شرق المتوسط اللي هو بيشمل مصر وسوريا ولبنان إحنا طبقات الاحتلال عندنا كانت كتيرة وورا بعض صحيح وساعات متدخلة صح يعني كان عندنا الإنجليز والترك في نفس الوقت أيو صح فالتداخل ده بيعمل التداخل ده بس إحنا من أقل البلاد يعني الفضلت لهجتنا برضو بتاعتنا يعني مصريين يعني إنت لما بتروح مثلا لو الاستعمار الفرنسي مثلا عشان هو كمان موجه للثقافة يعني ده حقي يعني أنه هو يبقى اللغة الأولى تبقى الفرنسية الأدب الفرنسي فبالتالي عمل تأثير كبير على اللغة العربية في مناطق المغرب العربي مثلا لكن إنت هتلاقي إن إحنا عندنا المستعمر الإنجليزي ما كانش بيهتم قوي بالثقافة بشكل عام لكن إحنا كمان زي ما قلت كنا يعني بنستعمل حاجات وبنختار حاجات ما فيه حاجات إنجليزي عندنا فيه حاجات فرنساوي فيه حاجات طلياني هو الغريب أن إحنا لم نستعمر من فرنسا غير تلات سنين بالزبط لكن تأثث ثورنا بالفرنساوي كبير جدا لسببين تعالنا نستعرض أمثلة وإحنا بنتكلم يعني خلينا أقول خلينا أقول مثلا كل مفردات القطع الغير العربيات ديريكسيون من أول الديريكسيون لغاية كل حاجة مرشريير بس طبعا إحنا مثلا بنقولها مرش ديريير الناس بتقولها مرشريير أو مرش دير أو مرش دير بالزبط مرسي إحنا المصيين كلنا بنقول مرسي يعني بس ده مش سبب الثلاث سنين بتوعد الفرنساويين ده بسبب أن لفترة طويلة كان اللغة التانية في الإمبراطورية العثمانية هي الفرنساوي وإحنا تبعيا نخذنا ده وكرهنا الإنجليزي بسبب احتكاكنا السيء بالإنجليزي يعني إحنا فترة من الفترات كنا مستنيين الألمان ييجوا إحنا يعني ده هتلر يعني مع ذلك مستنيين ويجي خلصنا من الإنجليز قال يعني كان هيعملنا أحسن بس إحنا من كتر كور هنا في الإنجليز فبقى عندنا دايما النفرة من اللغة يعني عارفة إحنا بقى اللي عرفوا حسن ما ما عرفوش كنت نعملوا على العكس اللي نعرفو ده عايزين نخلص منه عشان يجي ما نعرفوش شكرا